عياكم الله معانا في قصة أرض لما نتكلم عن أقدم مستوطنة بشرية على أرض الكويت دائما يكون على بالنا منطقة الصبية يمكن الناس والأهالي وجميع العمار والفئات تتكلم عن جزيرة فلتيا لأنها وايد مشهورة جزيرة فلتيا لنصار فيها أول تنقيب عن الآثار بشكل رسمي 1958 جزيرة فلتيا كان فيها أكثر المواقع الأثرية في الكويت كثير من الحضارات اللي نعرفها ونسمع عنها أو اللي ما كنا ندري عنها كانت موجودة على أرضنا شفناها في جزيرة فلتيا ولكن فعليا أقدم استيطان بشري عندنا في الكويت أثريا هي في منطقة الصبية موقع جدا جميل وضخم في منطقة بحرة عندنا موقع ثاني في نفس الثقافة نفس الفترة الزمنية أقصى الصبية هذه الموقعين يرجعون حق 5200 إلى 4400 قبل الميلاد ونحن نحن في 2024 يعني قاعد نتكلم عن 7200 سنة أو 7300 سنة إلى 6400 سنة في فالتيا قاعد نتكلم عن 2000 قبل الميلاد فقط 4000 سنة يعني عندنا 7000 إلى 6000 سنة فقاعد نتكلم عن تقريبا 3000 سنة أقدم من أشهر موقع أثري عندنا في الكويت والمعروف عند الجميع في فالتيا 3000 سنة قبل قبل الحضارات يعني قبل العصر البرونزي منوها الشعوب ومنوها ذول الناس اللي عاشوا فيها الفترة وشلون يو إلى منطقة مثل منطقة الصبية وين هم عن فيلتيا؟ إذا أنت تقول فيلتيا فيها 7 أو 8 أو 9 حضارات ومشفورة وكأن كل الناس وكل الثقافات اتفقت أنه لازم نسكن في جزيرة فيلتيا ليش ما لقيناها على أرض الجزيرة؟ ليش الناس اللي يوص صبية قبل 7000 ما لقناهم في الجزيرة؟ هذا السؤال وايد مهم لأنه يعطينا تصور حق تاريخ جدا قديم أقدم من الفترة اللي احنا كنا نعرفها بالخمسينات لما الشيخ عبدالله الجابر صباح رحمة الله عليه رئيس المعارف استدعى جامعة أرهوس جامعة موشقرب من منطقة أرهوس جامعتهم الرسمية للتنقيب عن أثار الكويت لأن التصور اللي كان عندنا فقط 400 إلى 300 سنة هذه عمر مدينة الكويت أو عمر الأهال اللي كانت موجودة أو الموجودين عليها واللي عاشوا عليها فالبعثة هذه ومرحة إلى فيلتيا شافت موقع عمره 4000 سنة وشافت موقع عمره 2300 سنة حق حضارات قديمة فلكل نستانس المطبوعات والكتب والمنشورات والأخبار والشعارات والبوسكاردات اللي طلعت والطوابع كلها كمان تتكلم عن هالفترة وتحاول تسوق لهذه الحضارات اللي عاشت على أرض الكويت لأن تعطينا امتداد تاريخي وعمق ثقافي وفي غنف الآطاء ونقدر نستخدمها في دراسة حق التاريخ القديم أو في عملية التسويق أو الترويج الثقافي وحتى في السياحة وفي الجانب الاقتصادي ولكن في التسعينيات وصلت عندنا بعثة بريطانية وكان اختيارها حق المواقع الأثرية جداً مختلف يعني ميت البعثة الدنماركية 1958 وقبلها وقعوا العقد 1957 راحوا إلى فيلتا الأمريكان بعدهم راحوا إلى فيلتا الفرنسيين راحوا إلى فيلتا الجورجيين السلوفاك راحوا إلى فيلتا الفرنسيين مرة ثانية رجعوا فريق يديد السلوفاكين اليوم راجعين مرة ثانية فريق يديد الفرنسيين مرة ثانية الإيطاليين مرة الثانية كلهم اختاروا جزيرة فيلتا فالبريطانيين لما يووا بالتسعينيات اختاروا منطقة كلش مو على البال يعني مو حتى كاظما يمكن مشفورة شوية في العصر الجاهلي وفي الفترات الإسلامية لا اختاروا منطقة في أقصى شرق الصبية شمال جون الكويت قريب على رأس الصبية ومن صوب جزيرة بابيان فهذا الاختيار كان معتمد على أدلة لآثار موجودة على سطح الأرض وكانوا ودهم يشتغلون في هذه المناطق لأنه لقوا فيها فخاريات مميزة لونها غير عن لون الفخاريات اللي لقوها الدنماركين في جزيرة فلتشا بالخمسينيات وبالستينيات وحتى مختلفة عن شكل الفخاريات كألوان ولا كطراز ولا كشكل ولا حتى نقشات عن المواقع الجديدة اللي حتى اللي طلعت في فلتشا الغير الدلمونية يعني لما يو البعثة الإيطالية اكتشفوا عن موقع إسلامي في جزيرة فلتشا ولكن هذه مو مشابهة للمواقع الإسلامية الفرنسيين اكتشفوا مواقع النسطورية والمواقع ما قبل الإسلام وحتى الإسلامية في منطقة القصور فإحنا يوم العلماء البريطانيين قالوا لا هذه المنطقة تستحق لنا تكون دراسة ومحل حق البسح الأثري والتنقيب وفعلا أعطانا تاريخ جدا مختلف لجماعة أو ثقافة اسمها ثقافة العبيد وهذا المسمى حديث نسبة إلى موقع صاير في جنوب بلارد الرافدين تم العثور تحت هذه التلال على هذه الثقافة اللي عاشت في نهاية العصر الحجري الحديث رغم أقدم من العصر البرونزي وأقدم من الحضارات شالي صار في هالفترة هذه؟ شالي صار فيه 5300 قبل الميلاد؟ الإنسان مر في تقريبا ثلاث عصور حجرية كبيرة العصر الحجري القديم 2.5 مليون إلى تقريبا 30 ألف سنة العصر الحجري الوسيط 30 ألف سنة إلى 12 ألف قبل الميلاد العصر الحجري الحديث 12 ألف قبل الميلاد إلى 4400 قبل الميلاد فمعنات أن منطقة الصبية أو الموقع التي تم العثور عليه من قبل البريطاني في نهاية التسعينيات وبداية 2001 و2008 هي تقع في نهاية أو في العصر الثالث من العصور الحجرية اللي هو العصر الحجري الحديث اللي نسميه العصر الميوليثي اللي يمتد من 12 ألف إلى 4400 قبل الميلاد بل أنه يمتد في نهاية هذا العصر يعني إذا هو من 12 ألف إلى 4 قبل الميلاد وهو من 5300 إلى 4000 فهو يشكل نهاية ذيل العصر الحجري الحديث ونحن نعرف اليوم في الآثار من خلال الاكتشافات اللي صارت في كل مناطق العالم في أفريقيا، أوروبا، آسيا، في مناطقنا ندري الإنسان مر في هذه الثلاث عصور الرئيسية من العصور الحجرية العصر الأول كان يمكن أكثر الإنسان عبارة عن صائد للحيوانات وجامع للطعام عند الأدوات الحجرية والرؤوس الحجرية حتى ينفخ فيها رأس الحيوان مثلاً ويذبحها أو يصيد من خلال هذه السهام وبعدها نطور هذه السهام على شكل أكبر مثل الثقافة الآشورية عندنا الثقافة المجدلينية والسولتيرية في أوروبا طورتها بأكثر حدة وبوزها وايد حتى يقدر يصيد الحيوان ويموت بلحظة أسرع فيصبح أكثر كفاءة وفاعلية أكثر في عملية الصيد هذه الثقافات كنا نعرف عنها أصلاً موجودة عندنا الأدلة الأثرية وندر الإنسان شوان قام يتعامل مع الطبيعة اللي كان تمتاز بالمناخ المطير وبالمسطحات الخضرة والأكل المتوفر اللي هو عبارة عن الغابات والأشجار والحيوانات كانت موجودة بالقرب من مكانه أصلاً فكان لنا يأكل يسلخ يذبح توصل حق النار قبل مليون سنة فقام يأكل الأكل المطبوخ يخلص يروح ينتقل عبر خمسة كيلو وعشرة كيلو ويصيد الحيوان ثاني ويأكل وينتقل فنشوف الأدوات العصور الحجرية اللي يأي من مناطقها الأصلية أسوأ في الغرافيتي مثلاً في بلجيكا أو السولتيري والمجدليني اللي في فرنسا أو الأشولي مثلاً أو الأولدواي في أفريقيا قاعد نلقهم في مناطق خارج مناطقهم الأصلية لأن الإنسان كان عبارة عن رحال يصطاد هذه الحيوانات وينجمع حق النباتات عساس يضمن بقاءة وعيشة والعصر الحجري الثاني العصر الحجر الوسيط تقريباً نفس العصر ولكن صار أدواته وايد أصغر وحادة لأنه بدأ يتغير في طريقة تعامل مع الأكل ما قاعد يلقى الحيوانات الضخمة بسهولة مثل ما كان موجود قبل مليون ونص واثمينة مليون سنة فقام يلتجئ حق صيد الأسماك أكثر فنشوف رؤوس السهام وايد أصغر في العصر الحجري الوسيط مثل موقع زاوي حجي مثلاً لما نروح حق العصر الثالث العصر الحجري الحديق اللي هو مرتبط فيه موقع صبية فمعناته إحنا إينا في منطقتنا في شمال جون الكويت مثلنا هذا العصر من خلال التنقبات الأثرية واكتشاف البريطانيين حق موقع بحرة وموقع مواقع ثانية في الصبية فإحنا مواقعنا قاعد تمثل نهاية العصر الحجر الحديث شو اللي صار في العصر الحجر الحديث السؤال ليش سمينا العصر الحجر الحديث طبعاً عشان يقول عندنا عثار في العصر الحجر القديم والوسيط نحتاجها دلة أثرية وذكرنا إحنا يمكن أن إشلون الإنسان أو البعثات الجيولوجية والشركات النفط وتقارير المعتمدين والوكلات السياسية ذكرت عن وجود بعض آثار العصر الحجرية بس لأننا خذوها وياها ولتقطوها أثناء عملية التنقيب عن النفط صعب أن نحدد هذه القطع من أي طبقة أو من أي مستوى عصر الحجر القديم أو العصر الحجر الوطش أو حتى الحديث ولكن التنقيب الفعلي والرسمي صار من قبل البعثة البريطانية بقيادة حاريرس كراوفورد ودكتور روبرت كارتر وبدوا وهم يلاحظون وجود موقع جداً جميل وضخم ومميز في شمال جون الكويت ويمثل في التاريخ اللي احنا ذكرناه 5300 إلى 4400 قبل الميلاد يمكن طبقتهم أهمة كانوا مهتمين فيها أكثر بال4600 قبل الميلاد يعني قبل 6600 سنة وهذا العصر الحجري الحديث اللي هو العصر الثالث بدأ الإنسان أيضاً يستخدم أدوات حجرية ولكن بشكل أصغر لأن البيئة اختلفت بسبب تغير في المناخ والحرارة طبعاً صارت أكثر فأكيد يصير فيه انقراض حق بعض النواع للحيوانات والنباتات فالأشياء اللي كانوا متعود عليها قبل مليون ومليون السنة للحيوانات الكبيرة الضخمة ما عادت موجودة في العصر الحجري الحديث فهذه الفترة لازم نعرفها بالتفصيل نفهمها من ناحية الأثرية ومن ناحية البيئية والمناخية وحتى الجغرافية ونشوف ليش الإنسان بدأ يختار منطقة الصبية وليش هذه الجماعات بدأ ويوصلون حق منطقة فأحنا يمكن اليوم نعتبرها صحراوية العصر الحجري الحديث تعتبر من أهم العصور وفعلاً يعني البعض يستانس أن يتخصص فيها الفترة لأنها بداية سيطرة الإنسان على الطبيعة شلون؟ احنا يعني في الآثار قاعد نشوف أن الإنسان وهو طريد الطبيعة شنو ما تقدم للطبيعة من حيوانات يروح يصيدها وياكلها الطبيعة شنو تعطيه من النباتات يروح يقطفها وياكلها صار الجو حار نزل للمسطحات المائية صار الجو بارد دوار أي نوع من أنواع الكهوف واحتمى فيها وقاعد سواله رسومات شاف أنه ما في أكل سنتقل للمكان الثاني فهو طريد الطبيعة شنو الطبيعة ما تعطيه وهو يمشي معها في الأصر الحجري الحديث 12 ألف قبل الميلاد صار عندنا تغير مناخي جداً حار الأرض ارتفعت في درجة حرارة يقال أنها ارتفعت تقريباً صارت من 25 إلى 34 أو 35 تخيل أنت مدة مليونين سنة أو مليونين أو 300 ألف سنة أنت عايش في حرارة ما بين 18 والخمسة عشر والأثنين وعشرين بيوم الليلة تصر الحرارة 34 أو 35 فحتى عملية الصيد اللي أنت متعود عليه أنك تركض كيلو كيلو وكيلوين وأربعة كيلو ما عاد يتحمل الإنسان هذا الجهد لأن الجو حار أضافة إلى الحيوانات ما عادت موجودة بالقرب منك لأن بسبب الحرارة يمكن انقرضت بعض هذه الحيوانات أشهر حيوان وكائن انقرض كل اليهال يعرفونه والكل يشوف الأنميشنز والأفلام الوثائقية هو الماموث هذا الكامل يعتبر جد الفيل الماموث طلع من أثنين أو ثلاثة مليون وانقراضه كان فيه 12 إلى 10 ألف قبل الميلاد بالضبط فيه عصر الحجر الحديث فيه بدايته انقرض فالإنسان اللي عاش من العصر الحجر الحديث يمكن هذا آخر لقاء كان بينه وبين الماموث لأن الماموث يعتبر وولي ماموث فيه الشعر والصوف ويعيش فيه مناطق باردة كانت والأرض كانت باردة مثل ما قلنا في العصر الحجر القديم بس من صار تغير من 15 ألف 20 ألف قبل الميلاد لما وصلنا حق العصر الحجر الحديث خلاص الماموث مو قادر يحتمل الحرارة وانقرض وما رح نلقاه إلا في مناطق شمال القط في القطب الشمالي أو شمال كل الأرضية فاليوم نشوف الصيادين الغير شرعيين اللي يصيدون الأنياب الماموث قاعد يروحون وين؟ إلى مناطق سيبيريا لأنه كأن الحيوانات قامت تتجه إلى المناطق الأبرد لأنه خلاص المناطق اللي كانوا متعودين يعيشونها في أوروبا وفي شريط خط الاستواء شماله وجنوبه لهم مناطق الثقافات القديمة ما عاد يحتملها فالإنسان هني أكيد رح يلتجأ حق أنواع من الحيوانات الصغيرة small game زيح نسميها أو يلتجأ حق صيد الأسماك بل قاعد يروح لك خطوة ثالثة وايد مهمة اللي هي ثقافة الزراعة واستئناس الحيوانات فسميناهنا في العصر الحجري الحديث لأن الإنسان لأول مرة في تاريخه يستحدث ثقافة جديدة وهي ثقافة استئناس الحيوانات وزراعة النباتات نتذكر بس شوية من أثنين مليون و أربعمائة ألف سنة الإنسان فقط يصيد اللي موجود في الطبيعة خير ضحيح من الحيوانات ومن النباتات ومن المسطحات المائية خمستعش ألف تغير المناخ صار عندنا تغير حراري 12 ألف الحيوانات بدأت تنقرض ومسطحات المائية بدأت تتقل أن الأراضي الخضرة بدأت تتقلص فقام الإنسان يتقرب حق الواحات حق الأنهار وقام يشوف حتى الأكل ما عاد متوفر مثل السابق هذا كله بالأدلة الأثرية طبعاً عندنا أدلة واي جميلة فبدأ الإنسان يفكر ليش أروح أركض لي ثلاثة يام عجلس أشلع لي تفاحة ولا نبتة مثلاً أو أصيد لي حيوان على بعد يومين ونص لا خلقها قاعد في مكاني قريب من الماء أنا أزرع النباتات اللي أبيها وأنا أستأنس أو نسمي تدجين ديمستيكيشن تدجين الحيوانات أو استأنس الحيوانات معنات أني أسوي حظرة أي حيوانات اللي موجودة يمي وأسوي لها حظرة وخليها تتكاثر فهذا العصر وايد مهم والعلماء يحبون أو يفضون أن يختصون فيها يعني أنا مثل أنا من العصر البرونزي بالموجستير والدكتورة عشر سنين في الولايات المتحدة الأمريكية الآن أنا آخر أربع سنين كلها داخل على العصر الحجري الحديث النيوريثي لأنها بداية سيطرة الإنسان على الطبيعة نحن قلنا الإنسان طريدي الطبيعة شنو ما تعطيه يوافق لحين لا بسبب التغيير المناخي الإنسان هو اللي يسيطر على الطبيعة وهو اللي يقرر شنو أنواع النباتات اللي أهو يبيزرعها واللي أهو يبياكلها شنون يعرف هذه الأشياء اليوم نروح للمناطق في شمال بلاد الرافدين جنوب بلاد الأناظول في مناطق سواحل الشام إلى سينة رح نشوف بداية القرى اللي بدأت تزرع هذه النباتات فعلمان أنتربولوجيا يسمونها The First أو Earliest Villagers القرويين الأوال أهالي القرى أول ناس اللي بنوا قرى قرية لأننا قلنا الإنسان كان يركض وراء الطبيعة يحتمي في الكهوف أو في بعض أضاع الحيوانات ويأخذ الصوف والوبر ماله ويحولها إلى مساكن أو أكواخ مؤقتة شهر شهرين على ما ينتقل لمنطقة ثانية فلأول مرة في تاريخ البشرية الإنسان في الأصر الحجر الحديث يبني قرية أجواء حارة يبي يسكن ما رح ينتقل ما رح يصيد ما رح يقطع هذه القرات يشوف شنو الحيوانات اللي موجودة عنده يستفيد منها وشنو النباتات اللي هو يزرعها ينطر موسم الحصاد وياكل منها فهذه المناطق اللي تكلمنا عنها تول هي بداية وجود القرى وبداية وجود الأراضي الزراعية وبداية استأناص بالحيوانات اليوم عندنا أدلة وايد حلوة أنه مثلا الأبقار شون طلعت من عشر تالاف قبل الميلاد الإنسان كان يستأنسها الخرفان مثلا 11 ألف قبل الميلاد كان يستأنسها 10500 ألف سنة قبل الميلاد كان يستأنس الخنازير 9200 سنة كان الإنسان يستأنس الكلاب أبحاث إديدة حتى عن النباتات اللي كان يزرعها ندر القمح الإمر كان يزرعها من 11 ألف قبل الميلاد اليوم عندنا اكتشاف إديد في مناطقنا وايد حلو حتى التين عرفنا أنه كان من 12 ألف قبل الميلاد مع بداية العصر الحجري الحديث يبقى السؤال عندنا الجميل شنون الإنسان بدأ يفكر في العصر الحجري الحديث اللي ياي من خبرة 2.380.000 سنة فقط يصيد وفقط يأكل ويجمع شون فكر فيها اليوم أنه يأخذ البذرة التين أو بذرة القمح ويحطها في التربة ينطر عليها شكذر أسبوع أسبوعين يمكن تطلع نبتة صغيرة وياكلها بعدين يستوعب لا خلو ننطر عليها شهر تكبر النبتة وياكلها بعدين يستوعب لا يبقى وين التين ما قاعد أشوفها أنا ينطر عليها شهور تصير الشيارة يستفيد من فيمرها هذه الخبرة للإنسان شون توصل لها بيوم وليلة فجأة هذا يبقى السؤال الوايد كبير وننتظر إحنا أكثر من التنقيبات ننتظر أكثر من التفسيرات العلمية إن شون بدأ الإنسان يوصلها اليوم عندنا يمكن ثلاث نظريات أنثربولوجية الإنسان يعني شلون انتقل حق هذا الفترة وشون سيطرة على العصر الحجر الحديث وتفيد حتى في مفهوم موقع الصبية واحدة من النظريات المهمة البرود سبكترم ريفليوشن هذا نظرية الانتشار الإشعاعي تتكلم عن إن في بداية العصر الحجر الحديث صار فيه بسبب هذا الاستقرار بسبب الحرارة والإنسان ما يقعد يلقى ناباتات ولا حيوانات بتوفر بالطبيعة صار فيه نوع من الكثافة السكانية وهذا الكثافة السكانية growth population من انفجار السكاني أو زيادة الكثافة السكانية الأكل اللي كان موجود في الطبيعة اللي بقت من الطبيعة ما عادت تكفي هذه المجموعة فتكثر القرى وهذه القرى تحولت إلى core وإلى orbits معناتها في مدينة أو قرية مركزية خمسين بيت وقرى نحن نسميها فرعية orbit مدارات من القرى فالمدارات اللي عايشين في أطراف القرية الرئيسية شافوا أننا لازم نوفر أكل حقنا لأننا ما قاعد يوصلنا شيء كافي من القرية المركزية لقناها في تحليلاتنا في مناطقنا نحن نسميها special أنا لستاذ التحليل المكاني للقرى الأولى في تاريخ البشرية كانت في مناطقنا في القصر الحجري الحديث فشفنا هذه القرى الصغيرة حسب النظرية كانت تدور على أراضي خصبة وهالمناطق كانت فيها الفترة زينة فيها الأنهار وصالحة للزراعة وبدأ الإنسان يفكر في زراعة أقدم نبات مستأنس اليوم عندنا الأمر القبح أقدم تقريبا حيوان مستأنس عندنا الخراف والكلاب والخنازير والأبقار كانت موجودة فالإنسان يستفيد منها في عملية التكاثر أو احتمال في عملية secondary product أو المنتج الثاني الحليب أو الأجبان أو القيمر فما كان يذبح ولا يتنازل أن يذبح هذه الحيوانات عشاش يأكل لحمها بالعكس هو يبيها تتكاثر عشاش يستفيد منها للمنتجات الثانوية ويمكن يتنازل عن واحدة إذا شاف العدد وايد كافي اليوم عندنا هذا النظرية من أشهر النظريات الموجودة زائد عندنا نظرية الواحات حق العالم فلانكس كان يتكلم عن أن الإنسان بسبب التغيير الحراري والمناخ الحار اللي تعرض له قام يوصل إلى الواحات الأويسز هذه الواحات يمكن أن الإنسان أول ما يبيها لأن النهار كانت عريضة والمسطحات المائية كبيرة ولكن قام يوصل حق هذه الواحات يبي يشرب الماء يحس نوعا ما بالاستقرار والأمن ويقال أن في هذه الواحات كان يلتقي في الحيوانات الحيوانات يبي يشرب الماء وأهوة أيضا يبي يشرب الماء فقام يستأنس الحيوان ويذجنن الحيوان ويسوي له حظرة وهني تعرف أكثر وصار أهوة يسيطر على هذه الطبيعة النظرية الثالثة هي عملية النظرية اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا وفي سبب خبرة الإنسان من 2.400.000 سنة إلى 12.000 قبل الميلاد أنه عنده خبرة كافية أنه فعلا يغير من حياته يحصل على ثقافة أو يصنع أو يبتكر ثقافة يديدة يقدر أنه يعيش لفترة أو بطريقة حتى معيشية أفضل وكان هذا فعلا هو العصر الحجري الحديث ينقسم العصر الحجري الحديث إلى ثلاث أقصام نحن قلنا الكويت الصبية نهاية العصر الحجري الحديث نحن في المرحلة الثالثة من تطور العصر الحجري الحديث المرحلة الأولى نسميها مرحلة ما قبل الفخار ما قبل الفخار P-P-N-A Before أو Pre قبل Before Pre-Pottery Neolithic Age مرحلة ما قبل الفخار يعني ما قبل الإنسان يصنع الفخار ليش ما قبل الإنسان يصنع الفخار لأنه يمتوصل حق عملية الزراعة والحبوب والقامح والتين والشعير لأنه يصير فصل الاشتاء كان يدري أنه لازم يخزن هذه الحبيبات وهذه المحاصيل أساس يستخدمه بس بفترة بداية العصر الحجري الحديث ما انتبه أنه لما يلعى موسم الشتاء لازم يسوي له ثلاجة لازم يختر على كنتينر لازم يسوي له مخزن اللي هو بلغتنا عبارة عن جرات الفخار هذه المرحلة الأولى اللي امتدت من 12 ألف لا 8 ألاف قبل الميلاد من 8 ألاف قبل الميلاد لا 6 ألاف قبل الميلاد منتصف العصر الحجري الحديث صارت عندنا مرحلة اسمها مرحلة أيضاً P-P-N-A Pre-Potery Neolithic Age عصر الحجري الحديث ما قبل الفخار المرحلة B معناها صار في تطور معين في ثقافة هؤلاء الناس بس أيضاً ما توصل حق الفخار لما نيحق 6 ألاف قبل الميلاد إلى نهاية العصر الحجري الحديث هي مرحلة اكتشار الفخار P-Potery Neolithic Age العصر الحجري الحديث الفخاري وإحنا في الصبية قاعد نقع في هذه الفترة لأنه بدت الثقافات هنا مو حضارات الحضارات الآن ما طلعت حضارات 3 ألاف قبل الميلاد نحن الآن 6 ألاف أربعة ألاف قبل الميلاد أطلعت هذه الثقافات تصنع فخاريات ككونتينر للشراب للتخزين الأكل لتقديم المائدة للقرابين يمكن حق المعابد للزينة ما ندل شنو وظائفة لأن هذه بداية الفخاريات في تاريخ البشرية فكانت ثقافة حديثة في هذه الفترة هي ثقافة السكن وبناء القرى ثقافة الزراعة لأول مرة في تاريخ البشرية ثقافة استئناس الحيوانات لأول مرة ثقافة بناء حتى في نهاية العصر الحجر الحديث من القرى تحولت إلى بداية المدينة قلنا نلقى مساكن مصنوعة من أحجار الصخر أو طوب اللبن مع الشوارع الرئيسية مع الممرات الرئيسية فكأنه كان في بداية التخطيط المدني أو نحن نسميها The First Urbanization في تاريخ البشرية أول حركة حضرية أو تمدن بدأ الإنسان يطور هذه القرى إلى أشكال بيوت منظمة ومصففة مع وجود ممرات وشوارع وايد يعني تخطيط عمراني وايد مهم وبدأ الإنسان في هذه الفترة يتواصل بشكل اقتصادي أول كان يرتحل من منطقة لمنطقة اليوم أنا مستقر في مكاني في العصر الحجر الحديث ولكن أرسل فخاريات إلى مناطق ثانية واستقبل أدوات اكزوتك مو محلية متابعة لي غريبة من مناطق ثانية ويبعي إلى أسواقي فهذه بداية كأن التجارة والتفاعل الثقافي ما بين الثقافات العصر الحجري الحديث فهي فترة وايد فيها معلومات فترة وايد فيها نوع من أنواع التغيرات اليوم بالمايكروسكوب أقدر أقول لك أنا هذا شعير مستأنس أو مزروع أو هذا شعير وايلد بري طبيعي فإذا عرفنا من 10.000 سنة الجينيتك ما له والاستركتشير ما له أقولك ترى هذا الإنسان فعلا زراع قبل 10.000 قبل الميلاد ولكن هذا الشعير لعمره 10.000 قبل الميلاد بري مزروع حتى الحيوانات من الأسنان من دراستنا حق العظام نقدر نعرف هذه الإنسان توصل واستأنسها ورباها غير عن نفس الحيوان ونفس الفصيل ولكن عايش في الصحرة فيها وايد معلومات في فترة العصر الحجر الحديث خصوصا في نهاية هذا العصر لأنها قامت تطلع وايد ثقافات في مناطقنا وأشهرها ثقافة العبيد اللي كان لها تواجد على أرض الكويت تحديدا في شمال جون الكويت في منطقة الصبية ووراننا غايد معلومات عن هذه المنطقة ومعلومات عن هذه الفترة المهمة في تاريخ الإنسان ترجمة نانسي قنقر